السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله نتحدث الآن عن أنواع البرامج التربوية للمروهبين والمتفرقين وطبعا أشهر برنامجين عندنا في البرامج الخاصة بالمروهبين والمتفرقين هو الإثراء والتسريع عندنا الإثراء ده رقم واحد وبرنامج التسريع ده رقم اثنين طيب يعني إثراء الإثراء بنقصد نقصد به تزويد الطلب المروهبين والمتفرقين بخبرات متنوعة ومتعمقة جميل يعني إحنا بنزود له المناهج اللي إحنا بنقدمها له بخبرات متنوعة ومتعمقة في المناهج المدارس العادية مش هنقدم له مناهج المدارس العادية بس بالشكل العادي لا إحنا كمان هنزود هاله بخبرات متنوعة ومتعمقة تثري بتزود بتزود قيمة المنهج بتعمقه بتنوعه بتدي فرصه اكبر ويه عندنا الاصراء لهن عين عندنا اصراء عمودي واصراء ايه افقي عندنا الاصراء لهن عين هم اصراء عمودي وايه وافقي طيب الاصراء العمودي لو جينا نتكلم على الاصراء العمودي والاصراء الافقي هم لو احنا شفنا يعني ايه اصراء عمودي يعني ان احنا بناخد موضوع واحد او وحدة واحدة داخل كتاب مثلا ونزودها هي بس نثريها أما الأفقي لا احنا بناخد كل الموضوعات اللي داخل الكتاب وبنهتم بيها أو الوحدات كلها وبنزودها وبعضه ممكن نقصد بالإصراء العمود إن احنا ناخد مادة واحدة ونزودها للموهوب أو للمتفوق أو المواد كلها بالكامل نعمق هالو وده بيكون لها حلقة طيب أي أنواع الإصراء أو إزاي نقدر إن احنا نثري أو نزود المناهج الخاصة بالموهوبة المتفوق عن طريق أول حاجة إن احنا ممكن داخل الفصل العادي إن احنا نزود الطفل أو الموهوب بموضوعات غنية تساعده على الاستفادة الكبرى من المناهج داخل الفصل العادي وداخل المناهج العادي جميل؟ ده أول نقطة من النقطة طيب ممكن كمان لا إن احنا ننقل إلى غرفة المصادر داخل غرفة المصادر واحنا ممكن نقدم له خبارات إسرائية في مجال أو أكثر ولكن ليس في الصف العادي طيب في نوع ثالث وهو الصف الخاص نعمل فصل داخل المدرسة خاصة بالموهوبين والمتفوقين ونقدم لهم موضوعات أعلى من الطلب العاديين الأخرين والفصل ده نوع من أنواع الدمج طبعا اللي هو الفصول الخاصة وبيطلق عليه الدمج الجزء ما يكون داخل فصل داخل المدرسة كمان عندنا البرامج المدرسية الإضافية جميل؟ لو احنا عندنا في برامج إضافية الطلبة بقى كمان في ده بتداوم الطلبة الموهوبين في فصولهم العادي خلال اليوم المدرسي ومثلا بنقدم لهم برامج إضافية وهم بيبقى عندهم القابلية إيه لذلك طب نوادي الهويات كمان النوادي اللي بتساعد على زيادة أو تزويد الموهوبين والمتفوقين بمواضيع أعلى وأكثر من المدرس العادية ونوادي الهويات ممكن تخصى بالمبتكرين والمبدعين تكون مميزة لهم أكثر إن شاء الله